السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الدرس اليوم هو عبارة عن درس خفيف يتكلم عن تحويل نوع من انواع البيانات إلى نوع آخر خلوني أعطيكم مثال مثلا لو كان عندنا هذه الثلاث القيم x, y, z integer وهنا عندنا float وهنا عندنا string وجينا طبعاهم طبعا القيمة مع نوع البيانات الموجودة في المتغير فلو سوينا رأينا بنلاحظ أن الأربعة هي عبارة integer و7.3 عبارة عن عدد كسري اللي هي float و54 هي عبارة عن string هي صح مكتوبة 54 لكن ليست كرقم إنما هي كنص موجودة هنا كنص في طريقة إن نحن نحول هذا القيمة مثلا من نص إلى انتجر وبنشوف فائدتها بعد شوي فإيش الطريقة هذه إنك تجي تكتب كلمة int اختصار لكلمة انتجر قبل كل قيمة لو سوينا هنا انتجر وسوينا هنا انتجر كمان في نفس الوقت عفون أربعة لاحظوا هنا كان عندنا 7.3 float وهنا 54 كstring كنص وهنا عندنا أربعة كانتجر لو سوينا الأنران بتلاحظوا أنه كلهم تحولوا لانتجر أيضا الواي كانت 7.3 لكنها تحولت إلى 7 فقط ليش؟ لاني طلبته يعطيني انتجر عدد صحيح فهو يأخذ العدد الصحيح ويلغي العدد الكسري ومن النص كمان او السرنج بيعطيني الـ 54 كعدد كمان لو سوينا الران بيعطينا نفس القيمة دعونا الآن نشوف الـ float الـ custom مع float لو جينا هنا وكتبنا هذه القيم مثلا وخلوني أضيف الـ w هنا على عشان نشوف القيمة الفعالية لهم لو سوينا الران بتلاحظوا أنه هنا عندنا انتجر الأول الثاني float الثالث string والرابع string عشان نحولهم إلى float نعمل نفس الحركة مع الانتجر نكتب هنا قبل كل قيمة كلمة float ونفتع قوس ونسكر قوس لو سويني هنا نفس الشيء وهنا نفس الشيء وهنا برضو نفس الشيء طبعا ركزوا كان عندنا انتجر float والstring أنا الآن حولتهم كلهم إلى إيش؟ إلى float لو أسوي الآن run بتلاحظوا أنه كلهم تحولوا إلى float طبعا حتى الواحد اللي كانوا واحد انتجر عدد صحيح بيعطيك واحد فاصلة الصفر ليش صفر؟ لأنه عدد كسري وما عنده أي قيمة فهو اكتب لك هنا صفر هذه الثلاثة فاصل أربعة عشر كعدد كسري كمان هنا الخمسة والعشرين فاصلة صفر وأربعة عشر فاصلة صفر وهكذا بنحول القيمة من عدد الصحيح أو من string إلى عدد كسري لازم برضو تلاحظوا أنه القيمة اللي تكون اللي نحولها مثلا من string ولا من أي شي لازم تكون قيمة قابلة للتحول فمثلا لو كان فيه هنا كذا مثلا حروف فبيعطينا خطأ لأن الحروف مش ممكن تتحول إلى أرقام بهذه الصيغة أيضا نجع عند المثال الثالث نحب نحول القيم إلى strings مثلا افترضون عندي هذه الثلاث القيم وأنا كذا سويت run بتلاحظون الأولى string اللي هي 23 وعندنا الاثناش عبارة عن انتجار وثلاثة فاصل اثنين عبارة عن float إذا كنت أحب حولهم إلى نصوص أو سلاسل أو strings تكتب بس كلمة str اختصار لكلمة string أمام كل كلمة والآن بعد شوف نشوف إش فائدة هذا الكلام لو سوينا كذا وسوينا الآن هنا run إيش بيعطينا؟ بيعطينا الناتج لنحولهم كلهم إلى string وبيعطينا برضو نفس القيمة الموجودة هنا لكن الآن هذا مو عبارة عن عدد ولا هذا ولا هذا هذا عبارة عن string إيش هو؟ ليش هذا الشيء مهم؟ دعوني أعطيكم مثال لو كان عندنا متغير الأول في قيمة string واحد ومتغير اثنين في قيمة string مثلا أربعة وسويت هنا some one مثلا يساوي S1 زاد S2 وسويت print the sum إيش ممكن يعطينا هذا السم واحد؟ في بعض الناس بتقول والله واحد شوف زائد أربعة يساوي خمسة وهذا خطأ لأن هذا مو أرقام هذا عبارة عن نص يعني نك تكتوب هنا كلام وهذا هو عبارة عن كلام فلو سويت الآن هنا run بتلاعظه له بيعطينا أربعة عشر الاس واحد عبارة عن الواحد والاس تثنين عبارة عن الأربعة حتى لو عكستهم مثلا على سبيل المثال بيعطينا واحد واربعين ليش؟ لأنه الآن بيحطينا الأربعة زائد الواحد وحطهم جنب بعض ويصير واحد واربعين لهذا السبب احنا مضطرين نحول هذه المتغيرات إلى إيش؟ إلى انتجر قبل العملية فلو سوينا هنا انتجر سوينا هنا ولا هنا ما يفرق يعني كل واحد وسوينا هنا انتجر وسويت الآن run تشوف انه فعلا الناتج تحول إلى إيش؟ إلى خمسة اللي هي مجموعة الواحد والأربعة أيضا في شيء بسيط بحب أذكره اللي هو إيش؟ لو تذكروا لو عندنا tuple يساوي اثنين ثلاثة وأربعة لو سويت هنا print tuple وفاصلة type tuple وسويت run تلاحظوا انه فعلا النوع هو tuple خلوا هنا tuple واحد يكون أفضل برضو مع tuple والlist نستطيع نحول فيما بينهم في مثلا لو كتبت هنا الواحد يساوي list tuple1 وسكرت وجيت هنا وهذا كان عبارة عن واحد وهذا واحد وهذا عبارة عن list1 وهذا list1 سويت الآن هنا run بتلاحظوا انه فعلا تحولت tuple الى list ونفس الشيء نستطيع ان نحن نحول الليست الى tuple بان نحن نكتب كلمة tuple هذه قبل قيمة list فمثلا اذا كان هذا عبارة عن list1 وانا هنا جيت حبيت اني احول ايش الى tuple ايش ممكن يصير اول ما اجي احط هنا t1 هنا وهنا بتلاحظ فعلا هنا في خطأ عندنا لو سويت لان هنا run بتلاحظ انه حول لي قيمة list الى tuple ايضا ال set نفس الشيء اذا سويني هنا set سوينا run بيحولوا الى ايش الى set وهذا كان اليوم الشرع عن python data type casting وشكرا